أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن ختام فعاليات مهرجان صيف البحرين للألعاب والذي أقيم في مركز البحرين العالمي للمعارض بنسخته الأولى مستقطبا حوالي 97 ألف زائر من داخل وخارج مملكة البحرين بهذه المناسبة أشارت الأستاذ دانا أسامة السعد نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع بهيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات القطاع الخاص مما كان له الأثر الإيجابي على نجاح المهرجان في نسخته الأولى مؤكدة تطلعها لأن تكون هذه الفعالية مناسبة سنوية بالتعاون مع كافة الشركاء بما يساند خطة تطوير قطاع السياحة وتحقيق أهداف استراتيجية السياحة 2022-2026 في تنويع المنتج السياحي هذا وقد ساهم مهرجان صيف البحرين للألعاب في نشاط الحركة السياحية في مملكة البحرين خلال موسم الصيف للعام 2024 الإقبال الذي شهده المهرجان وألاق مهرجان صيف البحرين للألعاب استحسان الزوار وبخاصة من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي حيث دعوا إلى تنظيم المهرجان سنويا لتقديم تجربة ترفيهية استثنائية للعوائل خلال موسم الصيف كل عام اشتركوا في القناة